بقينا دلوقتي كلما نروح في مكان او نمسك اي اداة في ادينا على طول باللهي الزكاء الاصطناعي يمكن الـ AI المصطلح ده بقى في كل مكان وبقى نقطة قوة كمان معيني ناس كتير او خوفت منه في الاول لكن هو فعلا نقطة قوة لا اي حد بيستخدمه بيسائل عليك على الال كتير من الامور في حياته يعني صح الـ AI او الذكاء الاصطناعي بطبيعة الحال هو ثورة جديدة بكل شي واخرة التليفون الجديد يلي اطلقته سامسونج S24 يلي عمل ضجة بالعالم يمكن هنعرف اكتر عن مميزاته عشان ودلوقتي خلينا نرحب بس بمين بقى مونا خاطر خبير التكنولوجي يا مونا ازاي اهلا سهلا سيكي اغباركو ايه التليفونات الجديدة عملة طفرة وهنرمي القديم اللي احنا نستشاريينه بقى لنا كم يو مكسرة الدنيا انت معك سامسونج شو؟ معايا سامسونج S23 يعني هلأ بدك اللي قبله على طول ليه طيب انا هحاول اقنعه بS24 وانتا شوف لو اقتلع يغيره يعني حابة يقنعوني بايفون حابة يقنعوني بسامسونج S24 انت عايزين مننا يا جماعة شوف هو بيعتمد انت عايز ايه في الموبايل يعني مثلا لو اتكلمت عن S24 نزل حاجة اسمها الذكاء الاصطناعي ويتشز مش مابودة في S23 طيب هنحكي عن شوية فيتشار فيه الصور قول لي انت رأيك لانها اقوله حلوة ولا وحش اول حاجة انت في الايفون او في الموبايلات التانية بتقدر تاخد اي ايتم وتحركه لا انت ممكن تاخده كابي وتحطه على واتساب تسايفه في الصور في الحاجات دي دلوقتي انت بتقدر تاخده وتنقله في اي مكان في الصورة كيف يعني يعني انا افترض مثلا انا مصورة ستيج مغني وفي حد طلعلي في النص كده ممكن اخد الحد في النص ده اخده احركه يبقى قاعد هنا في الجامع بتخوفها يا ماما طيب الزكاء الاصطناعي بيعمل ايه هنا بيروح عامل متصل بالاقمر الصناعية اوكي بيروح هو عامل فيلر اوش شلول الراجل ده لا هو انت شلته وتنقل مكانه بقى فاضي اه بل الزكاء الاصطناعي بيكمل من الدات الموجودة بالصورة يا الله زي اكتر من ابليكيشن موجود دلوقتي بيستخدموه للدزاينرز يعني طبعا ده انترنالي هو الفكرة ان الزكاء الاصطناعي انترنالي بدون ابليكيشن خارجية واو طيب اقولك على حاجة ايه تاني ساعة الصورة تبقى ميلة صح ميلة او فيها خط في النص كده مش معدول صح فانت تبقى بعيدة عنكم في ناس بتصورنا تلاقي انت نفسك عامل كده صح صح تقدري تعديلي وهو هيكمل الفراغات اللي في الجوانب كلها ده كله من خلال التليفون نفسه مش محتاج ان انا استعين بقى اب تاني بالضبط تخيل ايه دي بقى الحاجات الحلوة فيه طب سمعت كمان في فيتش اه شي خاصه بالحكة او الترجمة شو هي هاي الفيتش دي كان موجودة في موبايلات جوجل بس هي موجودة كمان في الموبايل بتاع سامسونج بذكاء الاصمعي يعني انا سفرت لمحب بقى الصفر اللي بيحبوا يسافروا ويروحوا وييجوا اه كلمت ريستونت عايزة عمل ريزرفيشن او اي شيء اه فجأة لقيتها بتكلمني بأي لغة مش مفهومة طب انا هعمل ايه بيطلع لي اوبشن ان انا عملت ترجمة فورية اللي هي بتقوله يترجم عندي ده من خلال المكالمة اه يترجم عندي اه بيطلع لك كده على الشاشة كتابة اه اه ولو هي عندها نفس الموبايلات الاندرويد اللي هي جوجل مسلا او سامسونج هيطلع لها كمان اوبشن ان انت بتقول ان ان انت اخترت الترجمة الفورية وكمان لو انت رديت بلغة هي مش فهمها هيترجم لها الناحية التانية احنا نعمل بالتليفون ده للناس كلها بقى انا احب دي اقناعك اكتر بالتليفون الواحد بعد كده الواحد بعد كده اقناعك و هو مسافر يمشي بتليفونين يديلي الشخص المسافر اللي مش عارف لغته وهو معه حلو ده اعتقد ان الناس كلها حابة تدخل على الاي اي يعني محدش هيبقى عابة بيستخدم الموبايلات القديمة طب بالنسبة للناس كلها احنا بتشوف طبعا انت عارفة الناس اي حد معاها ايفون بيبقى بيتتنك على الناس اللي معاهم سامسونج فبيبتدي كل ايش راية سيري حضرين للحمام سيري انا عايز اكون النهار ده سيري احنا عندنا مية هقولك على شوية حاجات بمناسبة سيري وبيكسبي انت دلوقت في الشغل بالذات مثلا انت لو حطت عندك حاجات كتير عايز تحجزها انا رايح المكان الفلاني هقبل المكان هروح الشخص ده قبله عامل كذا فانت ممكن تنسى صح فانت بتحط نوتو او ايفونس وبعدين انت تقدر تقولي بيكسبي انا عندي ايه ايفونس النهار ده وليلي ايه الكالندر تابعي ما بتجيش تصحيلي هكا انه اساستنت عندي بزا ما بتجيش تصحيلي لا هقولك اللي احلى واحلى كمان ممكن تلغيلي ده انت معاكي انت معاكي انت معاكي انت معاكي انت متحمسة اكتر بيدي انا انا بعلاني عليك انا مظهورة بزيطة اللي هو اوه يعني انا كمان ممكن اكلمها بخصوص الشات كمان فيه اوبشن اسمه انتربريتر كان زمان فيه تطبيق بينزل تعد تتكلم وتحكي وهي ترد عليك ومش عارف ايه كان صح دلوقتي موجود انترنة لجوه الموبايل تعمل اشياء صوت وكتابه بس اجمد ميزة يبقى ليه وليكي ان هما خلوا الصوت بس نسائي لسا محطوش صوت للرجال لا ده مملك لين احنا يا فندر مش عايزين صوت رجالي عايب احنا وهي والتليفون احنا اللي محتاجين الخشون انا هدونها ذكر خلينا نرجع للبكسبي شوية ان انا فعلا اوضل ده انا اللي بكتب الموعيد صح اه انا اللي بكتب الموعيد وهي بتفكرني بس الكلندر يبقى عندك كالندر بتقول انا عندي ماشا كذا وكذا وكذا اوكي فانت تقول لها موعيدي النهاردة فهي تقول لك ماشي حاجة تانية بيعملها البكسبي دلوقتي اه اي حاجة هو اكثر ذكاء اسأله اي سؤال هيبقى عنده رد ليه لانه هو في اللي هو الزكاء الاصطناعي بيادعم اللغة العربية بيادعم اللغة العربية عندك تلاتين لغة اوكي يعني هو مفر اكتر من لغة حلو تعالوا بقى في الميتنج انا عندي ميتنج واحد رغاي طول اللغة وانا مش قادر نسجل كل النوت سورة بسرعة فيه اوبشن انت تعمله ريكورد للصوت اوكي ده غير الريكورد العادي اه ريكورد عادي مخصوص للميتنج ماشي وبعدك هيفررغه ولا ايه لا هو اوتوماتيك هيعمله كله كتابة ياه هيفرغ بالتلاتين لغة اللي انا حكيت لكم عليها تقدر تختار اي لغة ده حلوة المقابلت لو عم نعمل المقابلت نجيبه معنا يعطي يفرغنا المقابلت كله انا مكسوف اقولك هاجيب تلفوني من بره يا بعد اللي انت هاديك حاجة حلوة لو انا اسيستن بقى للمدير ولا حاجة فيه option كمان يطلع لك السامري بالميتن كل النوت مشي تبدو عندك حاجة اسمائة امانات ده حلوة اقول المحضرات بتاعت الجامعة ده اه صح افكره إذا أنتم عم تحضرونا وبالجامعة والله جب عدا مش إعلان أصلا إنه بساعد هيدا الشيء أنا بروج من الموضوع مسيش كده لا لا هو فعلا فعلا إحنا ما بنعملش إعلان بس فكرة إننا عادينا بنحاول نستغل كل الأدوات اللي إحنا بنجيبها يعني الناس كلها قاعدة بتسمع عن الزكاة الاصطناعية بيعمل 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 وإحنا خايفين منه اللي ياخد مكاننا لكن على اللي أنت بتتكلمي فيه هو مساعد للوضع طيب بساعد كمان في حاجة اسمعها براوزنج أسست يعني إنه هو بتقدر تدخلي على أي ويبايج لو أنتي بتعميلي سيرش وهو يعمل لك سمريلي مدل ما تدخله تقرأ أو بي ديف طبعا أو الحاجات دي فأنت بيسهلك أمورك في الحياة كل دا ممكن تستغلله بتطبيقات خارجية هي الميزة إنه لك وافرته لك في حاجة مرة واحدة انترنالي طب أنت تنصح إن الناس فعلا تشتري طب آه أنا صح لو معي تليفون يعمل إيه يعني هل فيه أبغريد للأندرويد؟ فيه بدله؟ تقدر تبدله تعمل أبغريد لو دخلت على الويب سايت فيه أوبشن أنت بتعمل أبغريد وبيقولك أنت هياخد الأديم وتضيقه بفلوس طبعا يا جماعة حتى لو هنشارين من أي مكان مش من سامسونج نفسها والله ما جربتش أنا الأبغشن ما حاولتش أدخل فيه يعني أنا على طول بشتريه وحتني المسلا الموبايل الأديم معايا مش هجب مش هبقى يعني ندخل على الويب سايت بتاعهم هتلاقي أبغريد أنا قرأته إن هو موجود إن أنت بتقدر تختار تحط الموبايل الأديم هم يعبعتون بديدي أنا ما خاطني بهالشي لأنه أنا هضلني آيفون بفريق آيفون أنا أتمنى أن الآيفون يدخلوا الزكاء الاصطناعي بس هي الفكرة لا خليه شوية خليه شوية يا جماعة الخناءة دي دايرة الخناءة دي ما بين الأجيال عاماتا يعني مونة بجد يعني شكرا جدا شكرا للي وجودك على المعلومات القيمة أو نصرتك لسامسونج